ننتقل لملف الدور العام واستئناف الدوري بالاسبوع الثالث يوم الجمعة المقبل مباراة الآلي والاتحاد السكندري ماتش صعب جدا أستاذ منعم فتتكلم الأهل ست نقاط الاتحاد ست نقاط الدور ده أشبه مباراة الكاس ده وانت اللي عندك الماتش ده أعتبر ماتش بين الاتنين متصدرين بالضبط بين الأهلي متصدر والاتحاد متصدر الناس اللي جابت ست نقاط فأول مبارتين وعندك التجربة جديدة مع بابا فاسيليو في الاتحاد الأمور ماشية تمام الجمهور مبسوط بس جمهور الأهلي عارف أكيد أنه آخر فوز للاتحاد السكندري على الأهلي كان 2018 على معتقد وكان على أستاذ السلام وفاز الاتحاد 4-3 حسن وبراد يشوف بلعد دي بقى لها 6 تسنين لم يفوز الاتحاد السكندري على الأهلي كان الماتشات كلها معظمها فوز وتعادل وحيد على معتقد وده يؤكد يعني أكيد ما يشبع الاتحاد بس مع كل الأندية المصرية الأهلي فارق بشكل كبير والسنة دي بدايات الدوري كلها تؤكد أن الناس كلها حسة بقيمة المباريات اللي قلت حاسد بقيمة الدوري واختلافه حاسد بقيمة دور واحد ولازم يفوق يتحت عاملة ربكة بالنسبة لناس كتير جدا ومخليها كل الفرق بتعمل كل ما تستطيع من أجل أنها تكسب النقطة دي بالنسبة لهم بقت خسارة ثلاث نقاط فده يأكد أن الدوري السنة دي يكون مختلف وأتمنى أن الدوري ده لو أثبت نجاحه في السناتين الاستثنائتين دول يكمل لأنه بصراحة أنا أحسه دوري مختلف مبدع جدا ما أنت مش مدي فرصة للتعويض خالص داخل 17 مطر دوري منظم وعارف معاده إمتى وعندك جدولك بتاعتي تحسب على جدولك وجايمه بشكل منظم وثلاث يام وراء بعض وثلاث ما تشاط في نفس اليوم ما تشير ممكن في نفس التوقيت لا بصراحة أنا مستمتع جدا بس نفس بقدر هذا استمتع بقدر هذا التنظيم نفسه أشوف مباريات يعني حلوة ملاعب حكويسة جدا أشوف التصوير بشكل مختلف لسه الأمور يعني الوعود اللي احنا اتقلت لنا في بداية الدوري لسه ما ظهرتش بالشكل المناسب لكن في النهاية خلينا أقولك أن البداية مختلفة على السنوات الفاتت وتؤكد أن المنافسة هتكون ضارية ضارية خلال الأسبوع اللي جاية مطشل التحدي مهم جدا بالنسبة للأهلي تأكيد أنه الأهلي فاي الأهلي عامل ستايل كويس بالنسبة لجمهوره أنا بحس أن الأهلي بيعجبني في حاجة حلوة أن أنا بشوف المباراة في بداية خالص الأهلي النهاردة كويس الأهلي النهاردة نص ونص الأهلي إيه وحش بس رغبة الفوز موجودة ودي سمة موجودة كل العاش وشجع الأهلي من زي حالاتنا العواجز كده يعرفوا أن رغبة الأهلي دايما تبقى موجودة في كل الأجيال عشان كده النهاردة